اشتركوا في القناة سفير بلادنا في كولنبور يبحث مع الخارجية الماليزية تطورات الأوضاع في اليمن المحافظ البحسني يكشف لقناة حضرموت مختلف القضايا التي تهم المواطن والمحافظة محافظ حضرموت يلتقي بمستشاره لمناقشة المسجدات واستقرار الوضع الأمني بالمحافظة السعودية تمدد صلاحية تأشيرات الخروج والعودة المنتهية من الإجاز إلى التفاصيل مرحبا بكم بحث سفير بلادنا في كولنبور الدكتور عاد البحميد مع نائب وزير الخارجية الماليزي قامر الدين بن جعفر تطورات الأوضاع في البلاد فاق تطوير العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين وأعرب السفير باحميد عن شكر الحكومة اليمنية البالغ لماليزيا ووقوفها الداعم لوحدة اليمن وأمنه واستقراره ودعمها للجهود الإنسانية ضمن مؤتمر المانحين المنعقد مؤخرا إضافة إلى ما تقدمه متسهيلات لليمنيين المقيمين على أراضيها ومن جانبه عبر نائب وزير الخارجية الماليزي عن موقف بلاده الثابت الدعم لشرعية الدستورية التي تعترف بها الأمم المتحدة التزامها بكافة مقرارات وقرارات مجلس الأمن الدولي ومؤكدا تعاطف ماليزيا حكومة وشعبا مع اليمن في محنته التي يمر بها كشف المحافظ البحسني لقناة حضرموت عبر برنامج حضرموت اليوم عن ملفات وقضايا شائكة ومهمة تلامس المواطن في عموم المحافظة ومشيرا إلى أن حضرموت تقع دائما في أعلى صدارة التشكيلات الوزارية وأليس فقط في تشكيلات مخرجات اتفاق الرياض مؤكدا أن حضرموت معودة بكهرباء المئة مقا من شخص رئيس الجمهورية نفسه لأكثر من ثلاث مرات إلا أن التوجهات يتوقف تنفيذها عند الحكومة أو الجهة ذات العلاقة دون معرفة الأسباب وفي السياق ذاته كشف المحافظ عن بناء محطة فوة التي تبلغ سيعتها من 40 إلى 60 ميقا واط موضحا أن السلطة المحلية لا تستطيع أن تتحمل قيمة الوقود المشغل للمحطات الذي يتجاوز العشرة مليون دولار شهريا وصرح المحافظ حصريا لقناة حضرموت أن السلطة المحلية تتدارس إنشاء مصفات في ميناء الضبة لتغطية حاجة المحافظة من المزوت بإنتاج محلي عبر المسيلة وفيما يتعلق بحضرمات الأمن في وادي حضرموت قال المحافظ البحسني أن اللجنة الرئاسية وضعت خططا من البنود والخطط لتغيير مسار الانفلات الأمني في الوادي والصحراء ولكن التوجهات لم تعزز بدعم اللوجستي لتنفيذها وشدد على ضرورة الاستماع إلى رأي المحافظ في تقرير اللجنة الرئاسية وأكد محافظ حضرموت أنه تعرض لمحاولة اغتيال عبر لغم زرعا أمام بوابة فندق ربادة بعد خروجه من اجتماع نقيمة في الفندق موضحا أنهم وجهوا إعلام القيادة لتغيير مكان وقوع الحادث لكي لا يربكوا الوفد الأجنبي المتواجد في الفندق ذاته وقال المحافظ البحسني أن المحافظة لم تشهد حرية صحافة كالتي تشهدها في الوقت الحالي وأكد أن شخص المحافظ لم يوجه باعتقال أي أحد من الصحفيين أو المواطنين وأن كل الاعتقالات تأتي عبر الجهات الأمنية المختصة وأتناول لقاطر حق ضايا الطرق والإيجارات وخزانات الوقود عدد من الملفات والقضايا المختلفة التي تهم المواطنة والمحافظة أم الكاربة تبثل بنا بالنسبة لنا هاجز كبير وتحدي كبير والمواطنين يحسون بذلك تبدأ الجهود كبيرة من قبل نفس سلطة المحلية في سبيل التغلب على هذه المشكلة الواقع الآن هو الأمان الكبيرة في الحلول المحلية تعرف ظروف الحكومة وظروف الدولة وحجم إسهامها في هذا الملف أصبح لحد الآن صفر فأنتم سمعتوا عن المحطة 100 ميجا التي يوجه بها الرئيس أول مرة أو ثاني مرة أو ثالث مرة ولكن الحكومة أو الجهات التي وجه إليها لم تنفذ شيء لا ندري أي شيء الأسباب ولذلك عملية الاعتماد على الطاقات المحلية بالنسبة لنا أولوية فلآن نحن نعمل لاستكمال محطة الشهر بأذن الله هي الآن مكتملة المحطة 40 ميجا نعم 40 ميجا اللي يأثر على تأخير ستاحة هو مسألة كورونا التي عرقلت يعني الطيران من أوروبا إلى الشرق الأوسط ونأمل أنه خلال شهر سيستأنف الطيران رحلته وبالتالي يباقي بعدات بسيطة فنية صغيرة جدا وخبراء أيضا مطلوبا يحضروا ينسلموا المحطة هنا من فنلنديا حياته إن شاء الله وبالتالي هذا المحطة عندما تستكمل وتبدأ العمل أعتقد أنها تخفف علينا كثير من مشاكل الكهرباء عندنا أفكار لبناء محطة هنا في فوا إن شاء الله وبدأنا أنزال المناقصات والدراسات لها ونأمل أن على أقل نعدل الميازين في الكهرباء أيضا اتجاهنا لشخصيات معروفة في الخارج وطلبنا منهم شخصيا أن يساعدونا ويتدخلوا وتدخلوا مرة ومرتين وثلاثة وأربع وفرنا مئات الملايين من السلطة المحلية ومن هذه التبرعات في سبيل الدعم هذا القطاع وفي سبيل مواجهة هذا الخطر الذي كان يواجه حضرموت يعني هل ما زال الواقع الصحي والحاجة الحالية لصحة حضرموت هل ما زال أنهم يحتاجون إلى أمكانيات؟ طبعا لا يزالوا محتاجين إلى أمكانيات وخاصة أمكانيات في أجهزة التلفز الصناعي عندما يزداد المرضى في المستشفيات هذه الأجهزة محدودة جدا عندنا نحن بحاجة للمزيد منها رغم أن الوضع في الفترة الأخيرة تحسن استلمنا 18 جهاز استلمنا قبله 23 جهاز من جهاز أخرى من شركة بيترومسيلة من شركات أخرى اشترينا بعض الأجهزة نحن أيضا وصلنا أيضا مجموعة كبيرة من مركز ابنك سلمان ولكن أجهزة التلفز الصناعي لنزال في أمس الحاجة إلى عدد كبير منه أيضا هل نربط مثلا استقالة مدير الصحة الجديد بسبب ضعف الدعم في هذا الجانب؟ هو أقدم استقالته الدكتور كأيتي؟ بالعكس الدعم كان كبير وكبير جدا وحتى هم الأطباء لم يتوقعون أن يحصلوا على هذا الدعم لكن الدكتور في عنده يعني صعوبة في تسيير عمله وشي طبيعي هذا شيء يعتبر شيء طيب إنه الواحد يقدم استقالته يعني تعتبره شيء صحي يعني شيء صحي أيضا جميل أي واحد ما بيقدرش تقول لازم يقدم استقالته بدل ما نقيله يعني طيب نعود إلى قطاع الطرق يعني عانت فترة الماضية يعني بالذات ساحل حضرموت عانوا من معانا في الطرق يعني في جانب الطرق جاءت مشاريع نفذت مشاريع لكن يؤخذ لخ المحافظ يؤخذ على تنفيذ هذه المشاريع إنها صاحبها نوع من التأخير مما شكل يعني معاناة لحركة الناس في هذا الجانب نعم أعتقد أنه قطاع الطرق حظي باهتمام كبير وكبير جدا عمره قطاع الطرق في حضرموت ما حظي بهذا الاهتمام فمشاريع الطرقات تقريبا في كل مديرية الآن تشتغل الجهات التي لا يروق لها بأن يكون هذا العمل عظيم أن يستمر ويتطور ويتطور حضرموت شهادة عمل عظيم وهو تحريرها من قبضة الإرهابيين وبالتالي خلق قوة نظامية عسكرية حديثة جدا مدربة والآخرة واسمها النخبة الحضرمية وهذه القوة العسكرية الحمد لله يمكن حضرموت توفقت من غير محافظات المحررة الأخرى بمسألة استثار قرارات رئاسية بتشكيلها وتعين قادتها وتعين قوامها وحتى مركز تموضعها من قبل فخامة الرئيس وهذا القرارات موجودة معي وأنا عرضتها في أكثر من مؤتمر صحفي لكي يقتنعوا الناس لكن هذا الموجة ستظل تظهر من وقت الآخر يتجى للتجاذبات السياسية الموجودة على الساحة الآن في هذه الظروف فأنا أقول أنه على المواطنين في حضرموت أن يلتفوا حول هذه القوة وأن يدعموها معنويا وسيكون هذا أفضل رد بالنسبة على أي شخص يطعن في هذه القوة ويصفها بأي شخص آخر أعتقد أنكم رفعتم رسالة احتجاجي وطالبتم بالاعتذار أيضا طبعا نحن لن نسكت عن إيساء طبعا لهذه القوة والإساءة لهذه المؤسسات الدستورية والحكومية ورفعنا برسالة في خامة الرئيس وأيضا المجتمع تحرك أيضا وبعث أكثر من رسالة وستستمر المتابعة إن شاء الله إلى أن يعرفوا الناس حقيقة الأمر الأخ المحافظ الليوار ركن فرج سلمي البحسني لا أدري ونحن في ختام هذه الحلقة وأيضا في ظل ظروف التشكيل الحكومي الجديد وإحتياجات حضر موت ما الذي يقف في بال محافظ حضر موت الليوار ركن فرج البحسني ويأمل أن يتحقق قريبا إن شاء الله تعالى والله الآمل كبيرة وكثيرة جدا لكن ما أمل وأتمنى أن يتحقق في حضر موت هو استمرارية هذا الاستقرار الأمني والاستقرار الوضع المعيشي والتمويني والاستثماري أيضا الآن خلقت في حضر موت أجواء جدا رائعة للاستثمار فلا أريد هذه الأجواء أن تم قطعها أو بترها في هذه المرحلة أنا أريد أن نستمر التقى محافظ حضر موت قاد المنطقة العسكرية الثانية الليوار ركن فرج سالمين البحسني بمستشاريه ذلك لمناقشة مستجدات الأوضاع الأمنية بالمحافظة واستمع المحافظ البحسني من المستشارين إلى شرح عن الحالة الأمنية بالمحافظة الاستقرار الأمني الذي تشهده مديريات الساحل وأعرب الليواء البحسني عن تقديره العالي للقادة والجنود والضباط والصفطباط في تنفيذ الخطط الأمنية لمواجهة الخارجين عن القانون ضبط مروجي ومهربي الحشيش والمخدرات وأشار المحافظة الأهمية رفع الجاهزية والحس الأمني الانضباط ورفع المعنويات والاهتمام بالتدريب والتهيل في جمع الوحدات والألوية مؤكدا على أهمية التعاون المشترك وتعزيز العلاقات بين الجزة الأمنية والعسكرية لما يسهم في تعزيز أمن المواطن والمحافظة وقع محافظ شبوى محمد بن عداو على عقد تنفيذ مشروع مبنى كلية التربية بالمحافظة البالغ تكلفته 435 ألف دولار من حصة مبيعات النفط بالمحافظة وأكد المحافظ بن عداو على أهمية مشروع مبنى كلية التربية أي سامه في صنع الأجيال المتعاقبة وتسليحها بالعلم والمعرفة مشددا على ضرورة إنجاز المشروع في موعده المحدد والالتزام بالمواصفات والتصاميم الهندسية من جانبه أوضح عميد الكلية الدكتور خالد سريع بأن مشروع المبنى يتكون من طابقين يضم حوالي 19 قاعة متنوعة الأغراض والاستخدامات بالإضافة إلى مكاتب عمدتها وآياتها التعليمية ومرافق الخدمات العامة فيها كما ناقش محافظ شبوى محمد بن عداو مع رئيس الجهاز التنفيذي لكلية المجتمع الدكتور عبدالله الحاج أوضاع كلية المجتمع بالمحافظة وآلية تطوير رسالتها العلمية وآفاق ومستقبل التعليم الأكاديمي والمهني فيها وفي اللقاء أكد من عداو حرص السلطة المحلية بالتعليم الجامعي والمهني بالمحافظة ودعم مؤسساتها وتمكينها وانتادية رسالتها العلمية على الوجه المطلوب ومن جانب آخر زار رئيس الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى لكلية المجتمع مبنى الكلية في مدينة عتق واستمع إلى شرح مفصل من عميدها الدكتور محسن باحاج عن أوضاعها المختلفة وعدد الملتحقين فيها من الطلاب خلال أول عام دراسي فيها مشيدا بمستوى استعدادها لاستقبال العام الدراسي الجديد وافتتاح أقسام عملية جديدة فيها قدمت شركة OMV النمساوية للنفط في قطاع العقلة بمدرية عرمان محافظة شبوة دفعة من المساعدات الطبية المتنوعة للقطاع الصحي في شبوة واحتوت المساعدات الطبية على عشرة أسرة إنعاش وأربعة أجهزة تنفس اصطناعي وأجهزة قياس للحرارة وأدوات للتعقيم المختلفة بالإضافة إلى عشرة ألف لتر من مطهر الأصطح وخلال حفل التسليم ثمن وكيل المحافظة رئيس لجنة الطوارئ الدكتور عبد القوي لمروق دعم شركة OMV للقطاع الصحي في اليمن نوها بدورها في تعزيز قدرات القطاع في مواجهة وباء فيروس كورونا بالمحافظة اختتمت قيادة المنطقة العسكرية الثانية المسابقة الفكرية والثقافية التي يقيمت بمناسبة الذكرى الرابعة لتحرير مدن ساحل حضر موت التي شارك فيها كافة الألوية والوحدات العسكرية وفي الحفل نقل أركان وحرب المنطقة العسكرية الثانية العميد روكن عويضان سالم عويضان تحيات محافظ حضر موت قادر المنطقة العسكرية الثانية اللواء روكن فرج سالمين البحسني مشيدا بدور التوجيه المعنوي بقيادة المنطقة وتعطيهم على وضاع وتنقله بين الألوية والمعسكرات والوحدات لإعطاء مفاهيم ونصائح للقوات العسكرية المنتشرة لتأمين المحافظة وشدد العميد ركن عويدان على الضبط والربط العسكري وليقظت أثناء تأدية المهام في المواقع العسكرية والنقاط وصلت إلى منفذ الوديعة الحدودي أربعة وخمسين شاحنة إغاثية تحميل على متنها خمسمائة وواحد وثلاثين طن من المواد الهوائية والتجهيزات الطبية وتستهدف المساعدات محافظات عدن وصعدة وحجة ومارب والجوف وتعز والحديدة والضالع والحج والمناطق المحاذية لصعدة ونزحي محافظة صعدة في حجة وأتات هذه المساعدات امتدادا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال مركز الملك سلمان لإغاثة لجميع محافظات الوطن ونقدم النشر بهذا الخبر مشاهدين الكرام حيث أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية أنه جارن التمديد آليا لصلاحية تأشير الخروج والعودة المنتهية الصلاحية خلال فترة تعليق العودة إلى المملكة بسبب جائحة كورونا وقالت المديرية العامة للجوازات في بيان صحفي إن ذلك سيتم تدرجيا بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني دون الحاجة للمراجعة وكانت المديرية العامة للجوازات دعت عبر حسابها على موقع التواصل اجتماعي تويتر الجميع إلى الحرص على متابعة الأخبار الخاصة من مصادرها الرسمية وفي غضون ذلك أكدت الخطوط الجوية السعودية أن الرحلات الدولية لا تزال معلقة حتى إشعار آخر مشاهدين الكرام كان هذا آخر خبر في هذه النشرة نعود ونذكركم بأبرز ما جاء فيها من أنباء سفير بلادنا في كولنبور يبحثوا مع الخارجية الماليزية تطورات الأوضاع في اليمن المحافظ البحسني يكشف لقناة حضرموت مختلف القضايا التي تهم المواطن والمحافظة محافظ حضرموت يلتقي بمستشاره لمناقشة المسجدات واستقرار الوضع الأمني بالمحافظة السعودية تمدد صلاحية تأشيرات الخروج والعودة المنتهية مشاهدين الكرام وصلنا وإياكم ملاقفة من نشرة شاكرين لكم كرم وطيبة المتابعة تقبلوا تحياتي وتحيات طريق العمل وللمزيد من الأخبار تابعوا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي آت حضرموت تيفي وبإمكانكم مشاهدة البث الحي للقناة على موقعنا في اليوتيوب حتى الملتقى دمتم في حفظ الله ورحايتك اشتركوا في القناة